أهلا بكم من جديد أعلنت جمعيات المعارضة السياسية في البحرين عن اعتصام مفتوح بإحدى الساحات على أطراف العاصمة المنامة بدءا من ظهر يوم السبت قبل أسبوع من ذكرى اندلاع حركة الاحتجاج الشعبي في مملكة البحرين قالت الجمعيات أن الاعتصام سيقام في الساحة الرئيسية عند مدخل منطقة المقشع شرق العاصمة المنامة لمدة أسبوع كانت المعارضة البحرينية قد طلبت بالمزيد من الضغط التولية على السلطات البحرينية التي اتهمتها بعدم الالتزام بتوصية تقرير انتقد وضع حقوق الإنسان في المملكة العام الماضي كان الألاف قد شاركوا في مسيرة مناهضة للحكومة في العاصمة المنامة أمس طلبوا خلالها بالإفراج عن السجناء سجناء سياسيين وبإجراء إصلاحات سياسية كما رددوا شعارات تطالب بالديمقراطية وتندد بالديكتاتورية للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة عبدالجليل خليل رئيس كتلة الوفاق في البرلمان المستقية أهلا بك سيد عبدالجليل إلى العالم اليوم ماذا تأملون من هذا الاعتصام المفتوح؟ الاعتصام يأتي أساسا للتأكيد على المطالب السياسية التي رفعتها لانتفاضة منذ 14 فبراير هناك إصرار على أن تكون هناك مطالب ديمقراطية حقيقة يجب الوصول إليها الشعب انطلق منذ 14 فبراير ورغم القتل والتعذيب والفاصل وهدم المساجد مصر على أن يكون له مشاركة حقيقية في صناعة القرار الناس تريد حكومة منتخبة بدل حكومة معينة منذ 1971 لم يشارك فيها وتريد مجلس منتخب بغرفة واحدة بدل أن يكون هناك مجلس منتخب صلاحياته منقصة وعليه مجلس معين له صلاحيات أكبر وتريد أن تكون هناك انتخابات مبنية على دوائر عادلة صوت لكل مواطن هذه المطالب الجوهرية انطلقت بها الجماهير بإصرار وأنتم تعلمون قوبلت بقتل قتل أكثر من 60 شهيد إلى اليوم اعتقل أكثر من 3000 معتقل طبعا هناك أكثر من 4500 مفصول وهناك أكثر من 30 مسجد سيد عبد الجليل ألا تتخوفون من أن يؤدي هذا الاعتصام المفتوح لمدة أسبوع إلى مواجهات جديدة؟ الشعب مصر بطريقة سلمية وبطريقة حضارية منذ أن بدأ في 14 فبراير على مواصلة النضال والوصول إلى المطالب الديمقراطية العادلة لا بد نحن نصر المخرج الديمقراطي والمخرج السليم هو عبر الحوار الجاد من أجل أن نخرج من هذه الأزمة لا بالقمر ونحن نخشى مع قرب 14 فبراير أن يستخدم نفس الأسلوب الفاشل وهو أسلوب أمني اعتمد على الأسلوب الأمني في معالجة المشاكل نحن نقول هذه المطالب التي رفعها الشعب البحرين هي مطالب عادلة ومنطقية لا شك نحن نريد عبر هذه الفعاليات التي تقوم أساساً على الأسلوب السلمي الحضاري أن نصل إلى المطالب العادلة لا مجال اليوم يعني الترقيع والأساليب الغير حضارية غير مقبولة اليوم قبل تقصي لجنة تقصي الحقائق قالوا نريد أن نعرف الحقيقة هل أن هذه الانتفاضة هي أساساً انطلقت من شعب البحرين أم هي مدفوعة من الخارج جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق وأثبت أن الحركة الديمقراطية في البحرين هي حركة مصنوعة في البحرين 100% ولها مطالب عادلة سيد وصلت الفكرة سيد عبد الجليل خليل أشكرك كنت معنا مباشرة من الملامة أنت رئيس كتلة الوفاق في البرلمان المستقيلة